بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله بتحية الإسلام أحييكم أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مازلنا نعيش الآن عند حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضها ونبينا عليه الصلاة والسلام بعد ممر سنتين ورجع الأم أسرت حليمة أن يعود إليها ارجع الآن عند حليمة هو في هذه الفترة شوف النبي عليه الصلاة والسلام منذ صغره سبحان الله نتعلموها كأبا ونعلموها ونغرسوها في أطفالنا شنية القصة؟ شنية الحرفة؟ النبي كان منذ صغره وهو عند سيدة حليمة كان يرعى الأغنام ذو بما شاب ولا يمشي ولا يتحرك ده يتعلم كيفاش يرعى الأغنام فكان يخرج هو وأخوه من الرضاعة يرعى بالأغنام بتاع السيدة حليمة والأغنام اللي متعقى بيلتها ومتع أهلها وأحبابها فتعلم النبي عليه الصلاة والسلام رعي الأغنام من لي هو التفل صغير في السنوات الأولى عند حليمة فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغتنا رجل كسيب وراجل شغال عليه الصلاة والسلام لم يكن عالى صلى الله عليه وسلم على أحد لم يكن عالى على أمه ولم يكن عالى على مرضعته سيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاه منذ صغاره وهو يساهم ويعمل وتربى على ذلك صلى الله عليه وسلم وأحب ذلك صلواته ربي وسلامه عليه حتى عندما نرى من بعد عندما عادنا مكة واشتغل في الرعي فكانت عنده تجربة من إيجاب هذه التجربة؟ جاب هذه التجربة من بني سعد عندما كان عند حليمة السعدية رضي الله عنه وأرضاه المهم إضافة إلى أنه كان شغيل وكان كسيب النبي عليه الصلاة والسلام وعمل منذ صغره في الرعي مرة هو يرعى وهذا حدثهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرعى الغنم عمره تقريباً أربع سنوات يقوله أربع خمسة سنوات تأتي حادثة مهمة ومفصلية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد يرعى في الأغنان وهو أخوه ومعاه بعض الأطفال وإذا بجبريل عليه السلام يأتي في شكل رجل إنسان هو ومعه ملك أخر ويأخذون النبي عليه الصلاة والسلام ويطرحونه أرضاً ويشقون على صدره ويخرجون قلب النبي عليه الصلاة والسلام خيل يخرجون قلب النبي ويوضع قلب النبي عليه الصلاة والسلام في طسط من ذهب ويغسل بماء زمزم ويحظف من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اللحمة السوداء ويقول جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنوات هذا حظ الشيطان منك يا محمد ثم تعاد تغلق صدر النبي يوضع القلب من جديد ويغلق قلب صدر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة عندما رأاها ابن سيدة حليمة ترعب ثور أنت عبدي تشق على فين صدره يخرج قلبه يا الله ما هذا فياذب ويمشي السيدة حليمة اللي هي أمه وقالها يا أمه لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم أمه حليمة فاجعتها بأمانة عندها فهي خارجة في الطريق لها والنبي عائد صلى الله عليه وسلم ووجه النبي متغير فقص القصة شنو لسالك بذبت فحدثها النبي عليه صلى الله عليه وسلم أمه حليمة أمه حل عينيه عليها فحكي لها القصة بذبت فخافت كيف ستفسر ذلك كيف أولت ذلك هل هو من عالم الغيب هل هو جن لم تفهم ولا شيء فخافت على الطفل فأخذته وعادت به إلى أمه رضي الله عنها وأرضاها سيدة آمنة وقتلها وليدك سيدة آمنة ما فهمتش قتل شنية الحكاية قتل لا لا فقد قل خلي يرجع عندك راوس بالنسبة ليانا الحمد لله قضي حظه من اللغة قضي حظه من رعي الأغنام قضي حظه من الصحة نحبه يبقى عندك أفضل سيدة أنا ما صدقتش قتلها أنت يعني قبل سنتين كنت تقبل الأرجل واليدين حتى يبقى عندك شنية حكي بالضبط فقصت عليها القصة فقتلها خفتي علي خايف عليه قتلها نعم قتلها لا تخافي علي إن لابني هذا لشأن والله لقد رأيته عند ولادته كذا وكذا وكذا على أساس إنها بشريات من الله عز وجل وأنه في حماية الله فلن يصل إليه أذن أبدا وهذه حكمة ربي عز وجل أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السيدة آمنة حتى يستمتع بأمه وحتى تستمتع أمه به صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأربع سنوات التي تحرمت السيدة آمنة من ابنها وقعد عند السيدة حليمة وعاد الآن عندها بقي هذه السنة أو السنتين على اختلاف علمائنا ومع ذلك المرأة الصالحة بصفة عامة أيها الأحبة دائما تربي ابنها على حب أبيه وعلى حب عائلة أبيه نحن دائما للأسف نرى في بعض الأحيان أن المرأة عندما تتزوج وكأنها بينها وبين حماتها وحموها وعائلة رجلة كل عقدة كل مشكلة ماذا بي أخت راجلي ما تجيش عندي للدار وماذا بي أم راجلي ما تجيش وتبدأ هذه المشاكل وهذه العقد السيدة آمنة تعلمنا البساطة أنه أبو النبي عليه الصلاة والسلام مدفون 500 كم وأنه من عائلة ابو النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه موجودة في المدينة عائلة ابوه من جهة ابوه موجودين في المكان لكن من عائلة جهة أمه من جهة أجداده الجدة الأم موجود في المدينة علي أن أصل الرحم وأنه أعلم ابني اللي عندك رحم في المدينة وعندك أبوك إذنك تزوره في المدينة وتحبه في ابوه دي ما تقول وراه ابوك راجل وبوك سيد الرجال وبوك لم يؤذيني أبدا وبوك ينتظر قدومك على عكس احنا لأسف ساعات تلقى امرأة وراجل يطلقوا وينفصلوا فتلقى الام تكره في ولدها تكره ولدها في بوه والبو يكره ولده في امه وامك بيها وامك عليها يا سيدي احنا انفصلنا ما تفاهمناش سنة ربي في خلقه والله لا فيه حتى حرج وعمره ما كانت طالق عيب ما تفاهمناش ما تفاهمناش كل واحد مش على روح العيب ان ينكره ولدي فيك ان يقول عليه كلام يوسيء اليك ان ينكره ولدي في في جدتهم وفي جدهم وفي عمتهم وفي عمهم والعكس صحيح ان ينكره ولدي في خلاته واخواله وجده ومن جهة امه لا احنا انفصلنا ما تفاهمناش لا نهز ولدي لعائلته لعائلة امه نسمح الامه تجي تزوره نسمح البوه يجي تزوره نهزه انا نقول له هذا ولدك في الاعياد في المناسبات خليه يتكلم في التاليفون معاه مش نكره جملة فيه ونحرم عليه ونقول له حليبي عليك حرام كانت تمشي البوك ولا كانت تمشي للجدك ولا كانت تمشي لعمك ولا كانت تمشي لعمتك مهات كل حشي بلصة احنا انفصلنا سلام لكن ابنائنا تبقى دائما سلة الرحم موجودة وهذا ما فعلته آمنة ايها الاحبة بطبيعتها بفطرتها لم تسمع قرآنا ولم تسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذه الفطرة السليمة المرأة الصالحة غذيت ولدها النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره ستة سنوات وذهبت بيه خمسمائة كيلومتر ومعاها امه اي من الخاد ممتح ومشاه للمدينة زار قبر ابوه وقعد على قبر ابوه وتعرف على عيلة ابوه من جهة امه وتعرف على العائلة وسلة الرحم وعمل كل شيء وعادت به قعده شهر كامل في المدينة عند جده من جهة ابوه شهر كامل هو قعد غدش تعرف على العائلة كاملة وفي الطريق العودة أيها الأحبة في منطقة اسمها الأبواء وقع أمر عظيم شنوه يقع ماتت السيدة آمنة تخيل يعني هي في الطريق معها النبي عليه الصلاة والسلام ومعها امه اي منه ماتت في الطريق يرى امه تموت قدامه في الصحراء أيها الأحبة مش امه ماتت فوق الفرش وكبرت في السن بعض روايات يقول انها عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت ما زالك بلغت العشرين عام عشرين عام توسعت واحد أمه تموت عمرها السبعين ربي يطول في عمار أمهاتنا وآبائنا وفي ثمانين سنة وتسعين سنة يقول الحمد لله عاشت واستمتعت ورات وجبت صغار وتزوجت ورات أولاد أولادها الحمد لله رب العالمين وربي أكرمها الآن وماتت في فرشة بين أحبابها وبين أصحابها وهذه سنة ربي وكلنا سنموتون وسنبعث يوم القيامة وسنجتمع من جديد النبي أمه عمرها عشرين سنة مزاد مرض شيء من الدنيا هل فرحت بالنبي عليه الصلاة والسلام أربع سنوات ماشي عنده عاش محرومة من صغيرها عاش معها عامين فقط عمرها عشرين مزاد في زارة حياتها والنبي مش بعش بأمه أربع سنوات عند حليمة عامين الآن مع أمه يمكن حتى أقل وتموت أمه وقدمه في الصحراء لا في بيتها لا في فرشة لا أعمو ماتوا دائرين بيها لا أهلها دائرين بيها صدمة كبيرة للطفل الصغير مهما كانت ربي يحبي بيننا أيها الأحباب مهما كان الإنسان العزيز عليك اللي فقدته مهما كانت ظروف الإنسان العزيز عليك اللي فقدته الوضعية اللي مات فيها احتسب ذلك لله واعتقد اعتقاد جازم أنك ستلقاه في الجنة بإذن الله عز وجل أن الموت عندنا ليس النهاية الموت هو محطة فقط للانتقال من مكان إلى مكان أجمل سيدنا بلال عندما قالت زوجته ومصيبته هو قاعد يموت على فراش الموت مرة عادية رجل يموت قدامه ومصيبته قال لا تقول ومصيبته بل قول وفرحته فرحة سبحان الله شوفوا النظر كيفاش وفرحته لماذا؟ لأن سأنتقل من الدنيا إلى الجنة كيف؟ غدا كما قال بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم الموت وهذا ما عاشه النبي عليه الصلاة والسلام وكانت صدمة عند النبي عليه الصلاة والسلام عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وهضمها النبي عليه الصلاة والسلام وستثمرها النبي في حياته صلى الله عليه وسلم كيف عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد هذه الحادثة بعد أن دفن أمه بيديه كيف عاد إلى مكة ومن كفل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمه وكيف كانت حياة النبي بعد فقدان الأب وفقدان الأم هذا ما سنراه بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم وحتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا